وزير القوى العاملة قرر النهاردة إعادة فتح باب قبول طلبات راغبي العمل من العمالة المصرية بدولة الكويت بداية من بكرة والمدة عشر تيام ده على مية فرصة عمل على مهن التشييد والبناء ليه تقرر إعادة فتح باب القبول لأنه لسه ما كانش فيه استفاء للعدد المطلوب خلال الفترة اللي الوزارة حددتها قبل كده فالبيان أكد أنه مش هتتقبل أي طلبات غير مستوفى للشروط المطلوبة ويكون موجود معاها السيرة الزاتية لطالب العمل